لكي نقول سأعود حالا بالإنجليز نقول I'll be right back I'll هي contraction أي تصغير لي I will I'll حين نتحدث بسرعة يمكن نطقها فقط I'll Be right في النطق الأمريكي يمكننا عدم نطق حرف T في النهاية وهذا ما يسمى بstop T فنحبس الهواء في الحنجرة دون نطق T Right لا تنسوا حبس التنفس هنا Right Back حرف A ننطقها هنا Back I'll be right back I'll be right back مثلا زاركم أحد أصدقائكم في المنزل وأردتم إحضار شيء من المطبخ فيمكنكم أن تقولوا قبل الذهاب I'll be right back أما إن كنتم ترسلون شخصا على الهاتف واحتجتم التوقف عن المحادثة لبضع دقائق فيمكنكم كتابة B or B وتعني Be right back أي اختصار لي I'll be right back ويتعلم المزيد في لغة الإجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر